دلوقتي خلينا كده ناخدكم في جولة من الأخبار الخفيفة واللطيفة من مختلف أنحاء العالم دلوقتي المصريين كلهم متحمسين جدا لكرة القدم فالخبر ده متعلق بكرة القدم إلى حد ما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نشر على صفحته الرسمية على تويتر أجمل الاحتفالات اللي قام بها اللاعبين في المنتخبات الأفريقية اللي لعبت في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعاً زي ما حضراتكم شايفين احتفالات دور المجموعات في البطولة العظيمة الجميلة الصراحة يعني الواحد من أول البطولة دي بيشوف حاجات عجيبة بس خلينا الأول يعني قبل ما نتكلم في عجب العجاب اللي بيحصل في بطولة الكاميرون عشرين اتنين وعشرين وهي دولة أفريقية صديقة جداً أبو بكر هو هدف البطولة من الكاميرون لأحرز هدف مبارح أمام الدولة الشقيقة العربية جزر القمر طبعاً الأفريقاء معروفين يعني باحتفالاتهم وانبساطهم من أيام فاكرين احتفال روجي ميلة في كاسة العالم 94 وجوجوايا يعني عندنا في أفريقيا إحنا شوية حاجات كده في الاحتفالات لطيفة بس الغريب واللي ما حدش قادر يستوعبه تماماً تماماً اللي حصل في البطولة السنة دي يعني من أول أن كانت الكاميرون ما بين مستعدة ومش مستعدة والناس بتضغط أن البطولة تتأجل ولا ما تتأجلش ده كله كوم واللي حصل في عصف النشيد الوطني الغلط مرة والتي رجع تاني غلط تاني مرة لأحدى الدول والمشاكل اللي حصلت حوالين مقر إقامة المنتخب التونسي ما بين بعض الجماعات المسلحة والاشتباكات اللي حصلت وقالوا للمنتخب التونسي والثالث فرق اللي في المجموعة ما تخرجوش عشان فيه اشتباكات مسلحة وبعدين ماتشو تونس اللي خلص في الدقيقة 82 بعدين خلص ثاني في الدقيقة 89 بعدين الأوتوبيسات اللي بتتأخر في الماتشات بعدين مواضيع الكورونا كاميرون ربنا يعني يديم صحتهم ويديم صحتنا احنا كمان من أول بطولة كاميرون ما طلعش ولا حالة كورونا وده شيء عظيم جدا برافو بس بقيت في فرق بيجي لها كورونا بالدولة زي جزر القمر يعني يعاني عليهم يا أولاد والله اتنشر لعيب قبل الماتش بتاع مبارح عندهم كورونا والثلاث حراس مرمى كورونا فما فيش حد يوقف اللجنة المنظمة بقى اللي هي برئاسة سامول إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني قالوهم لا مش هتجيبوه جن من بره انتو عندكو تلاتة دي اللايحة عندهم هم اللايحة واللجنة برضو فالتلاتة ما فيش حد يوقف جون فيشاء الساميع العليم ان يوم الماتش الصبح مبارح الجون الأساسي يطلع ناجاتف خف من الكورونا قالو له لا ده مش عندنا مش هتلعب برضو احنا أصحاب الكورة ماتش لعب لازم تقعد خمسة أيام بعد ما تطلع ناجاتف عشان تلعب فتلعب او يلعب منتخب جزر القمر بدون حارس مرمى ويوقف المدافع مبارح حارس مرمى ويتقلق الصراحة وفرق رجالة جدا اطرد منهم في الديئة السبعة وهم بيلعبوا نقصين 12 واحد ومدافع وقفوا في حارس مرمى اطرد منهم واحد في أول ماتش قدام الكاميرون صاحبة الأرض ويخسروا اتنين واحد وجايبين الجول بتاعهم واحد من أحلى الأهداف في تاريخ البطولة مش البطولة دي مش عشين اتنين وعشرين في تاريخ البطولة تماماً كورة فاول كده من نص ما لعب حاجة عاملة زي بتوع بيرلو كريستيانو رونالدو الناس اللي هي كانت بتشوت فاولات كده عظيمة يعني فاللي حصل في البطولة مبارح عجيب جداً جداً واللي بيحصل من بدايتها وضع فالناس بتادت تتكلم على فكرة احنا إيتو كان من أول البطولة يقول احنا جماعة عايزين نرفع اسم أفريقيا ولازم والبطولة تتعامل وتتنظم البطولة دي فعلاً من أوحش البطولات تنظيماً احنا كامل الاحترام لدورة الكاميرون الصديقة والشقيقة ولها باعة طويل في الرياضة بس فعلاً فيه أخطاء في التنظيم شديدة احنا ما بنوجهش أصابع الاتهام لأي حد ولا أي شيء بالعكس بالعكس احنا فيه أمور يعني بتحصل صدف وكرة القدم فيها العديد وجزر القمر حيكتب اسمها في التاريخ يعني حيكتب اسمها فعلاً في التاريخ يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده المدافع مدافع فريق منتخب جزر القمر اللي وقف بالأمس في حراسة المرمى فيعني الراجل فعلاً شال عن فرقته امبارح حاجة بتاعة هدفين تلاتة كده ما تتخيلش ان فيه حارس مرمى يشيلهم ويعني فيه يعني شاكر الهدهور الراجل فيه كرة كده هجمة داخل التمنتاشر ناس ان هو حارس مرمى افتكر ان هو مدافع هو راجل مدافع فوقف عمل كده عشان ايده يعني مش عارف في حيبان ولا لا اهو كده عشان هو مدافع عشان الكرة ما تجيش في ايده تتحس ببانلتي فشالفين ظلم كرة القدم او خلينا نقول ظلم كرة القدم بس كرة القدم اتعاملت للناس اللي زي ده اللي زي شاكر كرة القدم للناس اللي بتحب الكرة هي دي الناس اللي بترفع الاسم كل التحية ليه وتمنيتنا ان البطولة تكمل على خير تمنيتنا ان ماتش مصر مع كوتف فاريوم الأربع اللي مطلوب بدل المرة ألف وشكوى من الملعب انه ديق وارضية الملعب وحشة واللعبة مشتكت منها ومنتخب الجزائر في مجموعة تشتكى هو وكل اللي موجودين في المجموعة من الملعب ده ولكن اللجنة المنظمة أيضا أصرت ان ماتش مصر وكوتف فاريوم بالرغم من الفرقتين اشتكوا هيتلعب عليه الماتش طيب ما فيه استادات تانية لا هيتلعب عليه الماتش الله أعلم البطولة فيها مفاجآت كتير جدا جدا محدش عارف يعني ايه اللي هيحصل في البطولة دي بس أنا شايف باللي بيحصل في البطولة دي والله يمكن يكون في فرصة يا جمال يعني بكل الأحوال وكل الظروف أكيد أرحب نتمنى كل الحظ الحلو وكل التوفيق ومنتخدنا الوطني ان شاء الله ومن نحن يعني يمفاجآت فان شاء الله خير يعني نتمنى يعني نحن نتمنى المفاجآت الحلوة بإذن الله يا رب يا رب يا رب شاء لو تكلمت معك في الموضوع ده دلوقتي شاعيو والله أشوف حاجات عجيبة شوف حاجات عجيبة خلي يعني لو حصل معنا بعد شر طبعا وقفين المنتخب بتاعنا ومو صلاح بقى ومنني ومعرفش مين وموش الناوي احنا عندنا مو كتير ما شاء الله وقفين وجايين مستنيين نشيد بلادي بلادي لأهم لعبوا مثلا نشيد تاني لدولة تانية ازاي لا طبعا حاجات غريبة افتح جوجل يا معلم يعني أكيد هم عارفينه بس خلينا نقول يعني أكيد حصل ظرف حصل عطل فاني والحكم اللي طرد اللي عفت ديها سبعة خلاص خسب خسب خلينا نروح لخبر آخر ونروح للصين بقى بدأت في الصين لأول مرة استخدام روبوت لتزويد السيارات بالبنزين الروبوت ده مزود بعوامل أمان بتضمن تجربة مريحة وآمنة لسوئين العربيات وتدولة سوشال ميديا في الصين مقطع فيديو بيظهر فيه الروبوت الجديد ده وهو بيقوم بمهمته وهو بيحط البنزين في السيارات ومنتهى سهولة ومنتهى الدقة يعني زي ما حضراتكم شايفين كده خصوصا بأنه مبتكرين كمان قالوا ان الروبوت ده مضاد لانفجار ده غير ان ليه تصميم قوي بيخليه ما يتأثرش بدرجات الحرارة كمان مقاوم للأشعة فوق البنفسجيات القوية وتم تشغيله مؤخرا في مدينة لاصا جنوب الصين هو أنا لفت انتباهي موضوع هو ما بينفجرش هو رجل من انفجر انتكرت موناسب بريئة دمية ما بينفجروش برد مجرى كان في شكل في فيلم إيه اللي كان بيبعد بقى وقاعد على الأرض ولهم من صنع بلدنا وما بينكسرش واضح ان الروبوت بتقوم بمهام كتير هنقض في البيت والله كلنا البشرية كلها هتقض في البيت يا جماعة يعني اخترعوا روبوت يحط البنزين يعني مثلا في أمريكا فيه بنزينات كتير انت بتحط البنزين لنفسك انت تحط البنزين لنفسك بس في بقية العالم فيه ناس شغلتها انها تقف على مضخة البنزين ترمبت البنزين وتحط بنزين الروبوتات دلوقتي بقت بتعمل ده لازم البشر يلقوا أشغال لما الروبوتات بتبدل مكاننا يعني تخيله كده يحضروا التطور الطبيعي انه هيبقى فيه مهن تانية وهيبقى صور عمل متطلب مهن تانية تخيله نصح الصبح كده نفتح التلفزيون صباح الخير يا مصر نلاقي فيه روبوت قاعد بيقدم صباح الخير يا مصر لا لسه ان شاء الله مش دلوقتي لا كفاية روبوتات يا جماعة بجد يعني خلوا الناس تشتغل خلوا البنزين يقولوا عيش طيب نروح لخبر تاني معنا ادم محمد هو رجل من اكراد العراق قرر يزور بيت الله في مكة طبعا انا ما بحبسش قوي فكرة ان احنا نصنف هو يعني منين من العراق ولكنه هو يحمل الجنسية العراقية لكن في هذه الحالة اقليم كردستان العراقي له الحكم الذاتي فوجب ان نذكر ذلك لكن في نهاية الامر من هو عراقي فهو عراقي من هو سوري فهو سوري من هو مصري فهو مصري والامر على كل الدول العربية عشان ما نخشش في التفاصيل بتاعت يعني ايه اللي حضرتكو ادرى بيها فهو رجل عراقي قرر يعمل مغامرة رطيفة وسافر مكة المكرمة سيرا على الاقدام وبدأت القصة لما قرر محمد ادم انه يزور مكة بالفعل بدأ يجهز اغراضه في عربية بتلت عجلات وقال ادم في فيديو ونشره على التيك توك تحديدا كان يوجد بداخلي صوت يقول بامكاني السير من منزلي في بريطانيا الى مكة سيرا على الاقدام وبالفعل بدأت التجهيز للرحلة والتجهيز استغرق مني شهرين تقريبا وبدأ رحلته يوم واحد اغسطس عشرين واحد وعشرين ومن المفرد انه هيوصل لمكة بعد سنة حسب القطة اللي وضحها لنفسه يعني ننتظره في اغسطس عشرين اتنين وعشرين ان شاء الله ربنا يحينا ويحيكوا ويدلنا العمر ونغطي ان شاء الله وصوله الى مكة المكرمة اشتركوا في القناة